أنا هنروح بعد الوقت لمكان تاني خالص وهو بوليوود عايزة عرف علي بات النهاردة أعلنت خبر على إنستجرام صحيح وكان بيك داي ب بوليوود وكتير ناس احتفلت لما أعلنت علي بات وزوجها رنبير كابور نبق حملها في طفلهم الأول اليوم من خلال نشرها للصورة إلها بالعيادة وهي عم تعمل فحص الألترا ساوند وإلى جانبها زوجها وكتبت طفلنا قادم قريبا واستقبلت ثناء الشهير التهاني من الأصدقاء والمشاهير على إنستجرام فنشرت أخته لرنبير رادي ماكابور ستوري كتبت فيها أطفالي سوف يرزقون بطفل وعلقت لهم بريانكا تشوبر على البوست مبروك عزيزتي لا أستطيع الانتظار أما كارن جوهر فعلق وقال قلبي ينفجر الاثنين مش من فترة بعيدة تزوجوا فحفل زفافهم أقيم بشهر إبريل في مومبي وصار لهم على علاقة مع بعض حوالي أربع سنين وفي مجموعة أفلام حتصدر لهم الاثنين بعد فترة هناك الفيلم المنتظر برامساترا الذي يحبون بعض فيه وأول الفيلم لهم يتنمع بعض وفي فيلم شمشيرة لرنبير كابور الذي سينطلق الشهر الجاية أما علي بات عندها الفيلم هارتوف ستونز الذي تصوره في لندن وفيلم روكي أور راني كي بريم كهاني مع رنبير سينغ سنبقى في بوليود مع شاروخان الذي حتى الثلاث مسيرته الثلاثين مستمرة لهدق ماذا يحدث؟ أكيد فجماهيره ومحبينه لشاروخان كثير كثير مش بس بالهند بالعالم فدشان المعجبين على وسائل التواصل الاجتماعي على تويتر ولا يشكرهم شاروخان صور حاله من كواليس أحد أعماله كتب بالنسبة لي أفضل طريقة اليوم لكي أحتفل أن أعمل على مدار الساعة لأصنع الترفيح كما ظهر في أول بث مباشر له على انستغرام على الإطلاق واستعرض مسيرته الفنية مع جمهوره من كل أنحاء العالم وذكر رحلته إلى النجومية اللي بدأت برغبته في الظهور في خمسة أو سبعة أفلام كما شوأ شاروخان جمهوره محبي لفيلمه المقبل باثان ونشر صورة من بوستر الفيلم عبر صفحته الرسمي على انستغرام اشتركوا في القناة